فنياً بقى الأهلي في الفترات الأخيرة ماشي بشكل معقول جداً على مستوى النتائج سعود كمان متصدر لمجموعته في دوري أبطال أفراقيا مارسي القرار بقى حتى رجعنا تاني للنقطة اللي كان بيشتغل بها السنة اللي فاتت فكرة إنه أي تشكيلة بتلعب في الأهلي دلوقتي هي ماشي بشكل كويس بس أسألك أول سؤال فيما يخص الأهلي وتكلمني فنياً عن الفرقة كلها غيابه سمبه علي عن هذه المباراة ومؤسر قدية لأ مش مؤسر خالص لأ لأنه مسام لعيب كويس ولعيب واعد وإن شاء الله ييجي مع النادي الأهلي بس لسه ما بقاش أساسي في فرقة النادي الأهلي يعني لسه ما حطش رجله إنه يبقى تقول اللعيب ده غيابه مؤسر أو مش مؤسر ما وصلش للمرحلة دي أنا ممكن الكلام ده أقوله مثلاً لو حسن انشترحات غاب لو إمام عشور غاب لو محمد عبد المنعم غاب لكنه سمب كل اللعبه مباراة وعشر دقيقة أو ربع ساعة ولسه بيتحسس طريقه إنه يكون عنصر أساسي في النادي الأهلي طيب لكن في وجود هو واخد مودست وكهربا كهربا هو طبعاً المهاجم الأول ولكن لزروف خاصة بقالوه ماتشين ما بلعبش لأسباب مع ميستر كولر لكن هو خده في المعسكر ده ما شكراً فيبقى فيه كهربا ومودست ترجمة نانسي قنقر